ويشكل منتدى التعاون الصيني العربي قوة دافعة لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية كما يعد المنتدى منصة شاملة وفعالة للحوار والتعاون بين الصين والدول العربية حيث شهدت العلاقات ثنائية بينهما قفزة كبيرة منذ تأسيس المنتدى قبل عشرين عاما في عام 2000 أقرى مجلس جامعة الدول العربية مقترحا لإنشاء منتدى للتعاون الصيني العربي وفي عام 2004 أعلنت الصين وجامعة الدول العربية بشكل مشترك تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي وهو قرار استراتيجي اتخذته الصين والدول العربية انطلاقا من التطور طويل الأمد للعلاقات الصينية العربية وفي العام نفسه عقدت الدورة الأولى الاجتماع الوزري للمنتدى في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة الأمر الذي أدى إلى تفعيل المنتدى بشكل رسمي بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين الصين والدول العربية وتدعيم السلام والتنمية وخلال عقدين من تأسيس المنتدى تم إنشاء تسعة عشر آلية للتعاون بين الجانبين في إطار المنتدى تقطي مجالات واسعة النطاق مثل السياسة والاختصاد والتجارة والطاقة والثقافة والصحة وغيرها هذا ولم تقتصر الاجتماعات في إطار المنتدى على كبار المسؤولين والوزراء من الجانبين ففي عام 2022 عقدت القمة الصينية العربية الأولى في الرياض بنجاح بحضور الرئيس الصيني وقادة الدول العربية الذين اتفقوا بالإجماع على العمل على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد إضافة إلى عقد القمة الخليجية الصينية والقمة البحرينية الصينية ووصولا لعام 2024 أصدر المنتدى 85 وثيقة ختمية وأصبح المنتدى أداة فعالة لإثراء علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية ومنصة مهمة للحوار ودعم التعاون العملي بين الجانبين